مجهدين أن نهي معكم هذه النشرة بقراءة هذين المرسوم مرسوم رئاسي رقم 574 باقتراح من قبل وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان يرسم معه للمدى الأولى تم تعيين الموظفين التي يتيسماهم في مناصب المسئولية التالية بذلك العدل المكلف بحقوق الإنسان إدارة مكتب الوزير المدير عبدالله لحاج بلامع المستشارون عبدالله أندو كلبي السيدة إنجردروم نيرادوم سيلفيا المفتش العام يوسف توم المفتش العام النائب لامان جيسنگار المفتشو العقسام صالح سليمان نورين ديونغان يوتجيم جونatan انغاودي لوران بياندي امبيرو برينو عثمان انغردي نولباي السيدة فاطمة محمد طاهر عيسى سوكوي امبقي جنونب المفتش العام المفتش العام جيما جيباي gattanga امي الامين العام النائب عمر آدم محمد ادارة الموارد البشرية والمعدات المدير محمد احمد جمال نمر ادارة الاحصاء والحاسوب القضائي المدير الدكتور مبالي ارستيد المدير العام للشئون القضائية ومصلحة السجون المدير العام القاسم خميس ادارة الشئون القضائية المدير انغاريبي فيشنغ ادارة مصلحة السجون والاندماج الاجتماعي المدير حبيب عبدالله بركة الإدارة العامة لحقوق الإنسان والتشريعات المدير عبدالناثر قربوة إدارة حقوق الإنسان المديرة السيدة دينيز أمين أنديغال إدارة التشريعات والتعامل الدولي المدير تيبيديو جيرار دينيو المادة الثانية على كل من وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان وزير المالية والميذانية كل المكلف حسب اقتصاصي بتطبيق هذا المرسوم الذي يدقل حيث تنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية حرجة في جمعنا في الثلاثين من مايو 2017 التوقيع إدريس ديبي إدنو مرسوم رقم 575 باقتراح من وزير العدل حامل اختام المكلف بحقوق الإنسان يرسم يمهدي المادة الأولى تم تعليم الشخصيات الآتية في المناصب التالية الإدارة العامة المدير العام السيد محمد طه عبدالكريم خلف للسيد أحمد داود شري المدير العام النائب السيد أنداكوزي في لنداي سيميو خلف للدكتور محمد حامد محمد إدارة الدراسات والتدريب والتكوين التخصصي المدير الدكتور يوسف علي محمد خلف للسيد ميغانا ماقوة المدير النائب المكلف بدراسات والتدريب السيد أبو الفتحي أبو بكر محمد يحتفظ بمنصبه المدير النائب المكلف بالدراسات والتكوين التخصصي السيد مينالا بيرنار خالفا لسيد أندي كيزو في لندين سيمو إدارة الموارد البشرية وتخطيط المدير السيدة فاطمة محمد صالح آدم جرو تحتفظ بمنصبها إدارة البحوث والتوفيق المدير السيدة طيب حسن برغو يحتفظ بمنصبه المادة الثانية على كل من الوزير العدل المكلف بحقوق الإنسان ووزير المالية والميغانية كل مكلف حسب اختصاصي بالتنفيذ هذا المرسوم الذي يسر مفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليك ومشهر يسجل في الجريد الرسمي للجمهورية حرية في جمينا في الثلاثين من مايو 2017 التوقيع إدريس دي بيت نو